فهنتابع مع حضراتكم أو على شاشة حالة دلوقتي هنستعرض معكم نتائج المجموعات ونبدأ بالمجموعة الثالثة الدنمارك وفرنسا في المجموعة الثالثة وفي نفس التوقيت أستراليا وبيرو الدنمارك بتتعادل سلبيا مع فرنسا صفر صفر وكده تكون أول مباراة بتنتهي في المنديال بالتعادل السلبي أما أستراليا وبيرو وبيرو بتنجح أنها تفوز 2-0 على منتخب أستراليا المجموعة دي ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثالثة من المباريات منتخب فرنسا لعب ثلاث مباريات عنده سبع نقاط فوزين وتعادل ولا يوجد هزيمة منتخب الدنمارك لعب ثلاث مباريات فوز وحيد وتعادلين ولم يهزم في أي مباراة وعنده من النقاط خمسة منتخب بيرو لعب ثلاث مباريات فاز في مباراة ولم يتعادل في أي مباراة لكنه هزم في مباراتين وعنده من النقاط تلاتة منتخب أستراليا صاحب المركز الرابع والأخير لعب تلات مباريات لم يفز في أي مباراة وتعادل في مباراة وهزم في مباراتين وعنده من النقاط نقطة واحدة فقط نروح للمجموعة الرابعة ونتائج المجموعة الرابعة في آخر جولة ناجيريا بتخسر من الأرجنتين 2-1 بعد مباراة نارية من جانب منتخب ناجيريا اللي شرف الكرة الأفريقية والأرجنتين تفوز 2-1 على منتخب ناجيريا أما إسلندا بتخسر بنفس نتيجة ناجيريا والأرجنتين 2-1 لصالح منتخب كرواتيا نروح لترتيب المجموعة الرابعة بعد الجولة الثالثة والجولة الحاسمة اللي بتقول مين هيصعد لدور 16 ومين هيروح منتخب كرواتيا لعب تلات مباريات تفوز في تلات مباريات لم يتعادل ولم يهزم 9 نقاط يعني 9 من 9 انتخب الأرجنتين لعب تلات مباريات فاس في مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراة عنده من النقاط 4 نقاط منتخب ناجيريا منتخب المشرف لكرة الأفريقية في المركز الثالث لعب تلات مباريات فاس في مباراة ولم يتعادل في أي مباراة وهزم في مباراتين وعنده من النقاط 3 نقاط انتخب أيسلندا في تجربة فيها إيجابيات كثير جدا لعب ثلاث مباريات لم يفز في أي مباراة وتعادل في مباراة وهزم في لقائين وعنده من النقاط نقطة وحيدة مباريات بكرة إن شاء الله سيربيا والبرازيل دي المجموعة الخمسة سيربيا والبرازيل وسويسرا وكوستاريكا لقاءة صعبة جدا سيربيا بعد ما فازت في مباراة أولى خسرت في مباراة تانية هنشوف البرازيل هتقدر تعمل إيه برازيل أكيد دايما بتحب تصعد أول في كل حاجة فلابد من أن البرازيل تفوز على منتخب سيربيا أما منتخب سويسرا وكوستاريكا سويسرا عندها أيضا أربع نقاط تتساوى مع البرازيل عندها مهمة أيضا صعبة أمام كوستاريكا البرازيل لو فازت أمام سيربيا وسويسرا لو فازت قدام كوستاريكا الاتنين يصعدوا مع بعض وبالتالي الحسابات السريعة لكن المجموعة السادسة وإلى لقاءات غدا كوريا الجنوبية أمام ألمانيا مباراة أكيد صعبة كوريا الجنوبية أكيد بتلعب للخروج المشرف أمام منتخب ألمانيا اللي لازم يفوز في مباراة بكرة ومنتخب المكسيك في مباراة نارية أمام منتخب السويد منتخب المكسيك خلاص ضمن لكن منتخب السويد عنده مهمة أنه لازم يفوز على منتخب المكسيك علشان يكون موجود في دور الستة عشر زي ما احنا عارفين وزي ما احنا شفنا مونديال كله مشوق مونديال كله صعوبات وبالتالي هنشوف بكرة إن شاء الله يوم أيضا مليء بالمباراة المهمة جدا